السلام عليكم لاحظنا انه بعد الاصابة بفوريوس الكورونا فقدان الشام الناس بلش يصير عندهم تغير في حاسة الشام بتقدر انه تشم الامور وكل اشي الشام تبعه تغير مثلا انك تشم وردة صارت على انها مواد كيموية اولا انها اشياء معافلين بتاكل اشياء وكل اشياء وكل اشي الطعم وتغير صار زي الكبريت زي البترول زي البنزين اشياء يعني مزعجة ددا طبعا هذا الموضوع اسمه البروزمية او التغيرات في حاسة الشام او الروائح الكريهة وعشان نتبحر اكثر ونتعرف على العلاجات الجديدة في هذا الموضوع انا عملت مقابلي مع اخصائية انف واذن حنجرة وتخصص عالي في الانف دكتور امريتا ري وكانت المقابلي اجرناها هنا في امريكا وباللغة الانجليزية فعشان اساعدكم حطيت الترجمة في اسفل الفيديو ويلا خلينا ندخل على المقابلة سيفيد انا عملت مهمة تعتقد أنه في تحلل سيارة كفرات التعب في المقبل التي يجولون المقبل من أني تترابع في المنزل تدراج إلى المجززين من الكريم ومع ذلك ومعات جدًا بحلل البيئة ومع ذلك تجولون المقبل من المنزل ونحن في التحللات المنزل أن لا يأتي بها الوجيس في أية حقمة الثقة تنبغي أيضا ممر تشعر في أية تلك manسة غيب ممر تشعر في أية تنبغي منن ما هذا المصرور ايضا ممر مت個人 فنت شكرا ممر تشعر بالشعر حتى النبغة من شباب، أو حلو أيضا أمام تشعر في مآخر نحن نمضي نجد أنه لا يوجد نجد أن يكون في نظام التالي. المظلمين هو أنه يأتي بالنسبة للتعامل للتعامل في حالة نظام التعامل في الناس. سيكون لديك أفضل الناس لكي تفعل ذلك. أنت تفعل نظام الناس. كما يحصل على مرياض انتبه مختلفة من قومة بأنه بشكل مختلف بعض القاضم من المشكلة المشكلة لدينا أعمال عثير هذه المشاركة لنظام إلى رأيبينا بخشفت يونام بها ولكن صعبت قليليا ما ندفع في براء بعد تلك المشكلة وإنه نفسه قصرة ما نحن بشكل رغم إضافة لتشريكة أولئك من الأجراء بإيجابة تدليخيه خلفي سماوات في الجنزة التي تشعرونها بشكل مبريبا لتحميز الناس وأصدقاء مبريبا تنقضي عليها السماوات مختلفة فكتنات من المشكلة الأجراء ، أفضل فيها المهمة إيجابة من النواب يجب أن يأتي بسرعة أو أغنزمية. ما نرى هو أنه مصدر 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 بشكل شرح لفعالي. مصدر 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 أو مصدر 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 مصدر. محلقة مطلعاً ميتها أولاً كبيراً لديهم أيضًا أشخاص عاليبتنا وحديث احداث بهم كما ربماً أنا شخص عالي بشكل عالي بشكل عالي محلقة عالي بشكل عالي بلدنا أنت تكون عالي بشكل عالي بشكل عالي شخص عالي بشكل عقل وفرصفاتي. وفرصدت محققًا تنميز من المتعاولة سواء. فرصمية يمكن أن تكون محققًا كيف تتحول تنميز المحقق التعالي المتطراتية التي تكون محققًا لأنها تكون محققًا أن تكون محققًا في رأسك إلا أن تكون محققًا أن يكون هناك شيئا مرة أخرى بشكل مباشرة على أكثر تحتاج إلى مختلفة لأن تحديد أي طريقة بشكل أسابق مجموعة مجموعة قد سيتمتح كل شيئا ولكن دائما تطبيق عن طريقة تحديد تحديد طريقة بشكل طريق فشكل طريق طريقة تحديد طريقة هذا يحبون إلى حتى نريد كما يريد سيفقال إلى المساعدة عملية تحديد من الفيديوات والتقارات التعليفة وعشرت أحل المنطقة ليسحتنا إلى يوم الكثير من المنزل تحديد من المنظمة النهارات والشكومية على تحديد من الخطأ الخطأ وهناك ملحصة So it gives you a state of therapy in terms of olfactory training to be able to strengthen your sense of smell and realign those neural connections. In terms of other medications we unfortunately don't have great magic pills that we can provide to help fix this. هناك الكثير من المؤسسات في رائعات مختلفة ومشاركة ومشاركة طبيعات مدينة مثل فشويل ومقرام 3s وزنك ومشاركة ومشاركة تشعر بشكل مدينة ولكنه مدينة مدينة ومشاركة مدينة تشعر بشكل مدينة ومشاركة مدينة فم Plugin Zinc معاولة المشكلة. لأنها تجد مزدين مرحبا. ترجمة نفس الشيء من المشكلة تجد أن هذا المشكلة في جميع المشكلة وكأنها تجد نفس المشكلة المشكلة في المشكلة تدريباً سمع ربكتها وتأكد من النشاط من التعريب وكذلك تجد محلولات قليلاً وكذلك أيضاً ممكن using a certain type of jed素, making a journal of all the foods that you can eat, utilizing them in aму frame and if you have aversion to them using a nasal clip or a barrier method to help at leastpertension food and Roy Hvingighini in a couple of weeks or a month or 2 months to see if that has changed at all or if that's progressing. sometimes certain foods and tastes are going to be less aversion or they will be less dull ويزيزى بشكل صباحات أيضاً مجرمية وحضر مجرمي مجرمية ترجمة المنزل ترجمة المنزل مزيزة للتعامل بفتره من التعامل وحضر مجرمي وتتلقى بعض الوقت إلى الهندية طويل ولديك ترجمة المنزل ترجمة المنزل ترجمة المنزل والتحاني من نفس المنزل المواطنة في منذ أحد الأشعاء لم تتكلمين سنوات الاستخدام تحصل في مرة أخرى من قبل أن تكون فقط في مرة أخرى جداً، خلصة المواطنة في مرة أخرى طبعاً لديهم أشعر فيها من المرة من المنطقة أنت تكون في بعض الأشعاء في فرصة القيامة وهذا قد مرة أخرى أن تكون برصدها إذا لم تنظر طبعاً yeah so you know there's definitely clinical trials going on all across the country in terms of trying to figure out if there's medicines or supplements that can be helpful in this so for example theophylline is a medicine that is used inside the nose that can potentially improve some of the inflammation associated with this and potentially have a benefit for patients however that's in a clinical trial. So there are, there's research ongoing all across the country and frankly all across the world trying to address this issue. There are two great websites, one is called Absent, which is based in the UK and then there's another one also based in the UK called Fifth Sense that do a great job of explaining some of the resources and studies that are ongoing and if you would be eligible to participate in some of these. We are looking at a specific pool of patients who haven't recovered as quickly as the general population so sometimes it's frustrating to see that this is a really big problem but I will say that in general this does tend to improve. It is a slow process but there are other people out there, stay strong and that we're all working on trying to figure out better methods to help patients get better faster. There are very good information, I highly recommend you to keep sure you to keep the rules that you can write in all the food and things that will follow the eye of the smell and that will be able to make the smell of the root of the mouth to get rid of it and after a little while you'll feel the pain of it and you'll be able to break the other one behind the other. And so you'll be able to know a lot about the smell of the smell after the illness of the virus, تقدر تشوف هذا الفيديو من نفس المقابلة مع الطبيبة وإن شاء الله سلام عليكم ونشوفكم في الفيديو الجايد